في خطوة تعيد الأمل للبنانيين في الذكرة المأساوية لانفجار مرفأ بيروت جمع المانحون بقيادة فرنسا مساعدات طارئة جديدة بقيمة 370 مليون دولار لدعم لبنان الغارق في أزمات سياسية واقتصادية ومساعدته على التعافي من فاجعة انفجار المرفأ الأموال ستنفق على الغذاء والمدارس والقطاع الصحي وامدادات المياه النظيفة فرنسا تقدمت بحصة الأسد حيث تعهدت بأكثر من 100 مليون دولار بالإضافة إلى نصف مليون جرعة لقاح ضد كورونا لبنان يستحق أفضل من العيش بالتضامن الدولي وهو أمر مرهون بكم شكلوا حكومة وتوصلوا للتسويات اللازمة ونفذوا خارطة الطريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بدوره وعد بمساعدات إنسانية قيمتها 100 مليون دولار أعلن عن مساعدات إغاثية بقيمة 100 مليون دولار تضاف إلى نحو نصف مليار دولار قدمتها واشنطن خلال السنوات الماضية الرئيس اللبناني ميشيل عون وخلال الاجتماع الافتراضي ناشد المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على حل أزماتها الاقتصادية المتفاقمة ووعد بتعقب المتسببين في تدهور أوضاع اللبنانيين لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته في ظل معدل غير مسبوق للفقر وجائحة كورونا ونقص حاد في الأدوية نهك عن العبء الثقيل للنزوح السوري والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى المؤتمر شارك فيه نحو أربعين من رؤساء الدول والحكومات والديبلوماسيين ورؤساء منظمات دولية إلى جانب حضور عربي لافت شدد على ضرورة تمكين لبنان من النهوض مجددا مؤتمر المانحين هو الثالث من نوعه الذي تنظمه فرنسا لمساعدة لبنان وفي كل مرة يتعهد المانحون بتقديم ملايين الدولارات للإغاثة الطارئة ولكنها أموال تبقى رهنة تنفيذ خطة إنقاذ أوسع تبدأ بتشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات وتكافح الفساد المستشري